بالنسبة للحوار أنت أجريت حوار مع مستويات ملائكية وقالوا لكي أنه الهواء هذا مش فقط يعني هو فقط أنت بهذا المصطلح تستنشق الهواء وأنما قالوا لكي أنه هذا فيه العناصر الخمسة أو بمعنى أنه فيه قوة خلق تمام ماذا قالوا لكي مرة أخرى من تفضل كنت أنا في قبل يومين أو ثلاثة صحبتي كده لأبعاد غالية حتى بدون النية أو التفكير أن أنا أعمل جلسة يعني فضارة حوارات ما بيننا هو الأول ما لقوني بالضوء يعني في منطقة شكرة التاج بتاعتهم ضوء ضوء قوي وكان في طاقات نورانية يعني ملتفة حولي أو يعني في الفراغ معي كنت في وقتها بالجسم الأسودي بالأول نعم بعدين بعد الجسم الأسودي شفت نفسي طاقة ضوئية يعني كأني ارتقيت يعني لشيء أكتر يعني شيء ضوء أكتر بدل الجسم الأسودي المهم دار حوار ما بيننا أنه الهواء اللي إحنا بنستمشي لكم نعم أنه إحنا ما نشوفوش رنصور الهواء فقط يعني دي من الفابركات اللي هي يعني كلنا أنه هذا مجرد هواء أي أكسجين واستنشاق أي هذا تعريف جدا صغير في حين هو في الحقيقة فيه قوة خلق أي وإحنا وضحنا هذا طبعا هذا التنفس النفس في غاية الأهمية لأنه هو هذا الخالق الضوء هو نفس الضوء بالمناسبة يعني أي نعم هم قالوا أنه الهواء اللي إنتي يعني اللي إحنا بنستمشي لكم عليه هواء هو فيه ماء وفيه نار صحيح فيه طاقات الخمسة أي فعلا إيه صح جدا جدا طاقة الأثئيل أو طاقة الضوء يعني أي وفيه النار وفيه الهواء وفيه المادة أي فعلا إيه الأرض يعني هو بهذا التسمية تاني حاجة أنا استنتجت بالفكر بتاعي وأنا ورضو في الاتصال الطاقي معهم أي أنه هنا الروحنيات منفصلة عن العلم منفصلة عن الفلسفة لو أخذنا ثلاث أجزاء دول في حين كل ما بنسخد بالأبعاد الثلاث الأجزاء دول هم متربطين مع بعض متحدة الفلسفة متداخلين صح نعم الفلسفة والروحانيات هي واحدة يعني طيب الثالث ما هو الثالث أنت قلت فلسفة روحانيات علوم أي علوم قصدك يعني نعم ممكنها علوم الرياضيات ممكن صح يعني العلوم بشكل عام يعني صح صح الساينس يس يس العلوم الكونية نعم والفلسفة والروحات يس ايه واحدة جدا جدا صح جدا مرتبطة فعلا ايه رايع جدا ايه فهنا على الأرض ايه او الماتريكس يعني او الفكر ده هو يعملوا روحانيات لوحدها كأنها شيء منفصل تماما عن العلوم عن الساينس ايه وعن الفلسفة كأنه دول ثلاثة هما متداخلين مترابطين ايه طبعا وبيخدموا بعض فعلا ايه واللي هي هاي الثلاثة هي فكر المكون تعرفون او هي لغة المكون الفلسفة الروحانيات العلوم ايه فكر المكون تماما يعني وحتى يعني نصعد فيها اعلى انه الثلاثة تمثل العناصر الخمسة تعرفون حقيقة كلها مترابطة وخاصة ارجع يعني للنفس هذا الهواء مهم جدا يعني مثلا وانت تتناول الطعام ترى تقول اخلق ظروف عظيمة تتنفس مهم هذا النفس وترى ترى من الغير المنظر تقول اخلق بقوة انفاسي تقول هكذا اخلق بقوة انفاسي ظروف عظيمة انت ممكن تتمشى في شارع فترى الهواء يحرك ظروف عظيمة في حياتك دائما تراه من الغير المنظر فالذي قالوه رائع جدا جدا ايه عظيم جدا حقيقة انه انه يعني هذا الهواء مش هو فقط هواء للتنفس لا هذا طاقة خالقة يحتاج انك تركز يعني الكلمة هي التي تفعل فتركز على الهواء يعني انت تقول في كل نفس تنفسه تركز لحظه انفاسي تخلق ظروف عظيمة في كل نفس تنفسه ارى حدائق كثيرة هكذا خير كثير سلام كثير جمال كثير فرح كثير قوة التنفس لان هو الضوء هذا انفاسك اللي كل واحد يسمعني هذا النفس الذي تتنفسه هو الضوء هو الخالق اي الكون العظيم يبارك حياتك يا عزيزتي واستلمي ايضا من المساة العليا حكمة اكثر استلمي ضوء وخير ابدي اليوم وكل يوم